سين لماذا يجب علينا حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه واحترامه أكثر من أي شخص آخر جين أوجب الله تعالى علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأخبر تعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة له فقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وحذر الله عز وجل من التولي عن طاعته صلى الله عليه وسلم وأن هذا قد يصيب المسلم بالفتنة وهي فتنة الشرك فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأخبر تعالى أن مقام النبوة الذي أعطاه لنبيه صلى الله عليه وسلم يستوجب من المؤمنين احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقيروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ولا يتم إيمان المسلم حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين فعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما السبب في وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أكثر من أي شخص فلأن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه فلا نجات لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه وهو الذي ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة وهو الذي يوصله إلى خير الدنيا والآخرة فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان ولا تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى النور لا طريق له إلا هو وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا